فيما تعلق بالوضع في ليبيا تم مناقشة تطورات الوضع طبعا وبرده تم التأكيد على مقاله الرئيس الخطوط الحمراء يعني على الجميع عدم خرقها خاطئ طبعا سيرت والجفرة وإن ده أمن قومي مصري بالتأكيد وإنه لا مساس بهذه الخطوط الحمراء وتم التأكيد على إن العلاقات القوية اللي بتجمع طبعا ما بين البلدين مصر وليبيا وإن مصر لن تدخر جهدا لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلدهم لبر الأمام تم التأكيد كمان على إنه الأمن الليبي بيشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي والالتزام بالحل السياسي ده وجهة نظر الدولة المصرية لإنهاء هذه الأزمة